اشتركوا في القناة لا يراجعون حيث اعلن الاتحاد الموريتاني لقرة القدم منذ قليل عن وفاة حارس مرمى منتخب نادي الجمارك الموريتاني وحارس مرمى المنتخب الموريتاني محمد المختار اللاعب الذي استضم بأحد زملائه في المران منذ أيام وتم نقله إلى المستشفى حيث اعلن اتحاد القرى في موريتانيا عن وفاته منذ قليل الاتحاد الموريتاني نعى الراحل في بيان له مؤكدا أنه كان لاعب خلوق تدرك في منتخبات موريتانيا منذ منتخب الشباب حتى تمكن من الوصول إلى قائمة المنتخب الأول وقدم الاتحاد الموريتاني العزاء لأسرة الراحل الفقيد دعين الله عز وجل أن يرحمه ويلهم أهله الصبر والسلوان وترجع الوقع إلى أنه في بداية الأسبوع الماضي وفي أحد التدريبات استضم الحارس بزميله وفقد الوعي لينتقل إلى مستشفى المختار الوطني وتم وصف الحالة بأنها خطيرة جدا لينتقل إلى جوار ربه اليوم الاتحاد الموريتاني قرر تأجيل مباراة نهاية الكاسة التي كانت مقررة اليوم حدادا على المصاب الكبير للكورة الموريتانية إن لله وإن إليه راجعون الله يرحمه ويغفرله وإلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية خبرنا نمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته